نصيحة من أخوكم نعيم بشوف ناس كتير جداً يا جماعة وأنا واحد منهم بتمر ساعات علينا أيام وفترة كبيرة خمول كسل عايزين نكسر الموضوع هذا هقول لكم على ثلاث نقاط أنا بستعملهم طول عمري ليش؟ ممكن يساعدونا عن نشاطه الحيوية أقصدوا نكسر بيهم اللي هو حاجز الكسل والخمول اللي بنشوفه في ناس كتير واني منهم ساعات اللي هو عظمك واجعك ظهري واجعني مش جادر كسلان في ناس كمان بتتعود على الأمر هذا وبيفضل ملزمها خلاص بتعود انه دايماً حتى لو عايز يعمل حاجة أو وراه حاجة بيحس بكسل وخمول كيف نكسر هذا الأمر في نصيحة أخدتها من صديق دكتور صيدلي يعني سألتم ومن بجالي سنين ماشي عليها فطبعاً بقول لكم كده ليش؟ لأن أنا أخوكم نعيم يعني عندي الحديقة فساعات بقعد بسجي الحديقة الأمامية والخلفية ممكن أقعد أكتر من ثلاث ساعات ونبسجي فهذه حاجات بتتعب عندي أشجار زي ما أنتو شايفين بقعد بقى أنجل الشجر أعمل ففي حاجات كتير جداً بالنسبة لي بعرف من خلالها بقى وعندي خبرة في موضوع الكسل والخمول كيف نكسره هنيج يا جماعة تلت حاجات حاجة ممكن نشربها وحاجة ممكن ناخدها والتالت حاجة هقول لكم عليها مهمة جداً أول حاجة طبعاً اللي أنا بقول له هذا جماعة على الناس اللي ما فيش عندها مشاكل يعني فيش أمراض مزمنة كده يعني بنتكلم بشكل عام إلنا كناس طبيعيين أول حاجة ما فيش واحد مننا ما عندوش جهوة هدي إيش؟ القهوة فبنيجي نشرب فنجان جهوة واحد فقط يا إما بعد الفطار يا إما قبل المغرب اللي هو بعد الغدب الشوية فنجان واحد من القهوة في اليوم زي ما أنا بعمل أجل حاجة فنجان بلاش نزول كوب واحد من القهوة يا بعد الفطار يا إما بعد العصر يا قبل المغرب عشان نعرف النمبلين الجهوة فيها مضة إيش؟ الكافيين الكافيين يا جماعة من أعلى المنبهات منبه طيب ما بتحبش الجهوة وبتشربهاش أو عندك مشاكل معاها كلنا عارفين الشاي هذا الشاي يا إما شاي ورق يا إما شاي الخرز يا إما الشاي الأزرق زي ما أنا بدأت أتعامل بي دلوقتي الشاي في مادة اسمها إيش؟ الثيانين الشاي في مادة اسمها الثيانين طيب بتعمل على إيش؟ هذا حمض أميني بيوجود في أوراق الشاي بيعمل كمنشط وبيخلي الواحد كده يعني ريلاكس ريلاكس ما فيش توطر أو كده لكن في نفس الوقت منشط عام وبيزود الطاقة في الجسم يبقى ممكن على الأجل خالص هذه أول نصيحة يا نشرف فنجان شاي بعد الافطار أو بعد الغداء قبل المغرب يا إما كوب من القهوة قبل المغرب أو بعد الافطار هذا أول بند البند التانية جماعة بصوا هنا هذا اسمه إيش؟ رويل جيلي هذه النصيحة اللي أخدتها من صديق من سنين دكتور فارماسيست صيدة اللي جلي عليها هذا الرويل جيلي تمام؟ الرويل جيلي بصوا مكتوب عليه إيش؟ مقوي عام هذا اللي عايز أوصله لكم أو بنيجي هنا برضو الرويل هذا مكتوب عليه إيش هنا يدعم طاقة الجسم الطبيعية طبعاً أو بنلاقيه برطمانات موجود عامل زي السمنة زي الكريم كده بنقدر ناخد ملعقة في اليوم أو أهو هذا شكل الرويل جيلي عشان كلنا اللي يبقى عارفين شكله هذه الحباية الجلتينية فيه بيبقى 200 ميلي جرام فيه بيبقى 600 ميلي جرام وفيه الألف تمام؟ مش هقولكو يومياً ناخد حباية من الرويل جيلي بلاش يومي؟ بس على الأجل زي ما أنا بأعمل جاي من اليوم عندي شغل عندي مشاوير عندي مش عارفاش عندي زرع اعزق احرس الحديقة ازجي الزرع مشاوير الحاجات هدي كلها اللي فيها لغدد وتعب وحمل تاخد حباية وتكون بعد فتارك أو كده كوباية شاي أو فينجان جهوة واحد فقط وحباية مش عايزة أقولكو يا جماعة بدون ما أقسم يعني بحس إنه غذاء ملكات النحل هذا بيخليني باورفول يعني بتحس إنه انت اتنشطت اتنشطت الحيوية بتزيد النشاط بزيد وبتبدأ تحس إنه انت فرج شاسع يعني تعالى في يوم بدون الجهوة أو الشاي الفنجاني اللي بقولكو عليه وبدون حباية أو ملعقة من الطبيعي اللي هو الرويال جيلي غذاء ملكات النحل وجب ضيومك بتحس ساعات إنه يعني كده كسلان وهمدان فهذا اللي بتكلم فيه تعالى بقى نشرب فينجاننا ونخذ لنا حباية من الرويال جيلي أو ملعقة من البرطمانات هتلاقي اختلاف شاسع بحس إنه يعني مش عايزة أقولكو يا جماعة باورفول بتحس إنطقتك علية والمود اشتغل وفيه حيوية ونشاط تمام هدول الحشتين اللي عايز أقولكو عليهم مهمين جدا تمام نيجي لآخر حاجة وهي أهم حاجة النوم الكافي لازم ناخد قصد كافي من النوم يا جماعة يعني حتى لو بتحب الصهر وبتنم بالليل مثلا أربع ساعات لازم بعد الغداء تخلي الأكل ينهضم وبعدها بحوالي ساعة تنام لك ساعتين تانين يعني ماينفعش أجل من ست ساعات في اليوم ننامهم لازم أجل حاجة في اليوم ننام ست ساعات حتى لو متغطعين برضو يتموا في النهاية إنهم يكونوا ست ساعات الصبح وبعد العصر تمام أجل من ست ساعات هنبدأ نحس بكسل بخمول طول اليوم بتتتاوب عظمك تعبك ضهرك تعبك هذا كله ليش لإن أنت بتعمل حملة زيادة عجسمك وأنت مش عايز كده إذن النوم الكافي معاها في الجان جهوة أو شاي إن شاء الله واحد في اليوم عشان الحاجات اللي قلت لكم عليها فيه وغزاء ملكات النحل اللي هو بعتبره أنا حاجة مهمة جدا يا جماعة بصراحة وطبعا نجره عن فوائد غزاء ملكات النحل مش هتكلم عن فوائده فوائده لا تعب ولا تحصى لكل أفراد العيلة فهذا من الحاجات المهمة جدا هدول ثلاث حاجات المشروب وغزاء ملكات النحل والنوم القصط الكافي من النوم ما يجلش عن ست ساعات لغاية 8 ساعات وآخر حاجة يكون عندنا إرادة وعزيمة على إن إحنا الحارب الكسل ما ينفعش أكون أنا مودي وطبيعتي أصبح دايما كسلان وعندي خمول لا يعني لازم يكون الإنسان كده عنده تجديد للنشاط والحاوية وعنده إرادة لأنه دايما يخلص اللي وراه ويشتغل وكده هتلاقوا تغير شامل فهذه نصيحة أنا ماشي عليها وحبيت أقول لكم كيف بخلص دنيتي وبعمل اللي ورايا وهذه نصيحة حبيت أجدمها بس عشان إن شاء الله نكسر الكسل والخمول وتزيد عندنا النشاط والحاوية ونبقى شعلة كده من النشاط ونعود طبعا أولادنا هيشوفونا كده أهيبقوا زينا إن شاء الله أحلى مساء والسلام ختام السلام عليكم